في المدرسة هنا في الجزائر طلبوا من الأستاذة دنيا أنها تعمل مجسم لبو الهول والأهرمات والعيلة هنا طبعا في الجزائر ملقوش غل العبد لله أنه هو يقوم بالمهمة دي فإننا من الأسرة الثانية وقالوا لي أنك حكمت مصر لمدة قرن من الزمان فما فيش غيرك هيقدر يقوم بالمهمة دي فأتمنى أن نكون أنجزنا وعملنا العمل المتواضع ده استأذلنا من الملك خوفو الملك العظيم وعملنا الهرم الأكبر والمدام كريمة تيتي الصديقة المقربة للملكة نفر تيتي لأخت عملت أبو الهول أتمنى أن التجربة تكون ناجحة ومن هنا من الجزائر بنبعد تحية لأجدادنا في مصر وإلى النقاط الفرعون الأعظم وبهذه المناسبة هنقول معلومة في دقيقة عن الأهرمات السلاسة والتي تعد من عجائب الدنيا السبع القديمة الوحيدة التي ما زالت باقية إلى الآن توجد الأهرمات السلاسة وأبو الهول في منطقة الجيزة بمصر ويسمى كل هرم باسم الملك الذي بناه الهرم الأكبر صمي باسم الملك خوفو أما الهرم الأوسط باسم الملك خفرع والهرم الأصغر باسم الملك منقرع بني الهرم الأكبر على مساحة 13 فدان تقريبا ويبلغ ارتفاعه الآن 137 متر ووزن قطع الأحجار التي استخدمت في بنائه تتراوح ما بين طن إلى 8 أطنان لكل قطعة حجر واحدة أما عن أبو الهول فهو تمثال لمخلوق أسطوري بجسم أسد ورأس إنسان وقد نحت من الحجر طول التمثال 73 متر وعرضه 19 متر وارتفاعه 20 متر وتم بناء الأهرمات ونحت تمثال أبو الهول في الفترة ما بين عام 2500 إلى 2600 قبل الميلاد تقريبا كانت هذه معلومة في دقيقة عن أهرمات الجيزة بمصر شكرا على المتابعة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله شكرا على المتابعة وبركاته شكرا على المتابعة وإلى اللقاء